بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل اصطلاة والسلام اهلا بكم اخواتي في افكارنا الجميلة افكار تجهزات شهر رمضان هنسمي باسم الله كده ونبدأ مع بعض فاكرتنا الاولى اللي هستخدم فيها برطمان كبير ازاز بدأت كده ان انا اشيل من عليه الستيكر وانضفه كويس وجبت هنا الصورة دي كنت منزلها من على النت وطبعتها الورقة دي هي النهاردة بطل الفيديو معانا انا حبيت كده ان انا استخدم الشكل اللي هو النقاش الاسلامي ده حبيت كده ان انا استخدمه في فيديوهات النهاردة وكمان الافكار ديت تنفع معاكي في رمضان وبعد رمضان كمان يعني هي ماشية معاكي طول السنة بدأت كده ان انا اخدت الورقة واصيت كده الجزء اللي انا هعدده ان انا ده هلزقه على البرطمان اخدت المقاس اللي انا عايزة وبدأت افرغه كده بالمقاص واي زاد عندي كده بتخلص منها اول باول هشوف كده المقاس على البرطمان وحبيت برضه ان انا يعني ادي شكل الزجزاج ده من فوق ومن تحت بالشكل ده هستخدم هنا الغرة وحبيت كده ان انا اخففه بنسبة بسيطة قوي يعني كان بنسبة اتنين لواحد غرة وواحد مياه بدأت كده ان انا ادهن على الزوايا دي كلها عشان تأكد ان هي هتتلزق معايا مش هتتنع ولا تتقطع ممكن كمان تستخدمي الورنيش المائي في الخطوة دي وبعد برضه ما تلزقي ممكن تستخدمي الورنيش المائي لو انت حب ان انت تعمي طبقة حماية للورقة اللي عندك بعد ما دهنتها بالشكل ده هتأكد كده ان هي المقاس بتاعها مظبوط وهلزقها مظبوطة بحيث ان هي ما تفكش معايا لو البرطمان بتاعك كبير وطبعا الورقة ممكن يكون طولها ما كفاش معاك ممكن تطبيعي واحدة تانية وتخدي منها باقي الاشكال وتقصيها وتكملي باقي رسمة بتاعتك على نفس السياق هاجي بقى للشكل بتاعي هنا حبيت بعد ما اسيب الورقة كده تنشف ان انا ازين البرطمان ده استخدمت هنا عندي آآ سلك الربط وبدأت كده ان انا ااخد قطعة كبيرة شوية وبدأت ان انا استخدم عندي هنا آآ اي خرز بقى انت حابة آآ تدخليه في ديكور بتاعك او الفكرة بتاعتك انا هنا حبيت ان انا استخدم الخرز الاسود استخدمت كده كريستالات اسود بالمقاس الكبير ونزلت بقى بالمقاس الصغير من الجنبين بالشكل ده لجايت ما اكمل اليد وجبت هنا البنسة اللي بتبرم كده بتاعت الاكسسوارات البوز بتاعها رفيع وبدأت ان انا ابرم السلك بالطريقة دي على شكل فتحتين صغيرين من الجنبين علشان دول اللي هدخلهم في الحلقة اللي هركبها على فوهة البرتمان دي الحلقة او يعني قطعة السلك اللي انا هسبتها على البرتمان هدخل كده الاول فيها اليد وبعدين هربط بقى بالشكل ده وهاخد المقاس بتاعي وهلف كده باستخدام البنسة علشان يكون المكان ده يعني ديق وما تكونش ايه واسع معايا لو انا مسكت البرتمان كده من اليد ما يتفكش معايا وقتني طبعا الزيادة من السلك علشان طبعا ما يعورناش هنا حبيت كده ان انا يعني اقصر الشكل من فوق برضو من فوق على الفواس تخدمت برضو خرز اسود وسبتو كده من فوق بالشكل ده عملتو يعني زي الاكسسوارات كده بتاعت البنات وخدت الدليتين الخيط دول من الجنب علقتهم في اليد من الجنبين ممكن تجيبيهم من عند بتوع مستلزمات الاكسسوارات برضو بيكونوا موجودين بصراحة هو كل الخرز اللي عندي ده اللي استخدمته كان من الاكسسوارات القديمة اللي عملت ليها اعادة تدوير وده كان شكل فكرتنا الاولى بعد ما حطيت بقى فيها كده الشامعة الالكترونية وممكن كمان تحط فيها سلك لد هتدي منظر جميل قوي واضاءة جميلة وكمان الدكور الاسلامي اللي نازل جديد ده يعني مدي شكل رائع ومختلف عن كل سنة نيجي بقى للفكرة التانية اللي استخدمت فيها باقي الورقة اللي كانت عندي هنا اخدت الجزء ده من الورقة وبدأت كده شيل زيادة عندي وهبدأ هنا انا اغلف بيه البرتمان او البوت ده كان بوت ازاز جايباه كان فيه زرع واستخدمته معاكم في كزا فكرة مشيناه في ديكور رمضان وعملنا في ديكور بحري وعملنا كمان في كزا فكرة شكلها جميل وان شاء الله برضو هبقى اعرض معاكم بعض الافكار كده على المنتدى علشان اوريكم استخدامات اي برتمان ازاز عندك برضو تقدر تنفذي بيه الفكرة دي معاك هنا لزقت كده الجزء ده على البوت كده من تحت بالشكل ده واستخدمت الغرة زي ما اتفقنا وده كان شكلها رائع جدا لما سبتها كده على البرتمان وبعدين حطيت بقى فيها الشمعة الالكترونية ما خدش مني طبعا وقت ولا مجهود بطريقة بسيطة جدا عملنا ديكورات شيك بتتباع غالية نفذناها بحاجات عندنا في البيت ممكن تعمليها وتعملي لها اعادة تدوير لو وصلت لغاية هنا في الفيديو ولسه مش مشتركة بالقناة اتمنى اني انت تشترك بالقناة وما تنسيش تفعل زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة عشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي بقدمها ويا ريت كمان ما تنسيش تضغطي لايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو بيخليه وصل لأكبر عدد من المشاهدين يلا بينا بقى على الفكرة التالتة اللي استخدمت بقى هنا فيها برتمان صغير برضو عشان اوليكي شكل الفكرة وشكل الرسمة بتاعتنا النهاردة تقدر تستغليها ازاي وتستغلي القصائص الصغيرة اللي تبقت عندنا دي ممكن نستفاد منها ازاي قصيت هنا كل مربع كده لوحده بالطريقة دي بطريقة سهلة جدا اقدر ان انا استفاد من كل مربع صغير موجود عندي في فكرة النهاردة بعد ما اقصم كلهم بالشكل ده هبدأ ان انا اختار الالوان اللي هي تحس ان هي بيدة عن بعضها شوية وهجمع في كل جزء من اجزاء البرتمان اللي عندي كان سداسي كده فكل جهة حبيت ان انا اسبت عليها اتنين واخترت كده يكون الالوان مختلفة عن بعضها علشان تبين كده ايه النقشة كده شكلها جميل معايا في المنظر النهائي هبدأ كده ان انا سبتهم باستخدام الغرة وطبعا تقدر ان انت تستخدمي لازق دبل فيس وتقدر كمان ان انت تستخدمي اي سنغ متوفر عندك وممكن برضو تستخدمي الغرة او قصدي الورنيش المائي اسفا وطبعا احنا يعني استعملنا مع بعض الخامات دي كلها وكان برضو جايلي سؤال ايه اكتر غرة انت الوقت بتستخدمي والشغل بيه كويس كنت باستخدم الغرة الاوكي وهو كان عندي من فترة يعني علبة كبيرة مش عارفة بصراحة دلوقتي جودته زي الاول ولا لا بس انا يعني بتسأل كتير على الخامات اللي باشتغل بيها فحبيت قفتكم شوفوا بقى هنا الفكرة بتاعتنا طبعا هي ما اخدتش مننا اي خامات خالص كل اللي احنا استخدمناه النهاردة في الثلاث افكار بتاعنا يعتبر ورقة واحدة ما كان لفتناش غير ثلاثة جنيه طباعة اه طبعا انت هتقدر تنزلي الصورة بكل بساطة وصولة من على الانترنت وتقدر ان انت تعملي بيها كذا فكرة زي ما انت شفتي ديكور بسيط عملنا من اعادة تدوير برطمانات واي كبيات مثلا ازاز كبياتك لجبنا الازاز برضو تنفع معاكي في فكرة النهاردة خيط خيش كده زي ما انا استخدمته في فكرة دي عملت كده ضفيرة من الخيط الخيش وبدأت كده ان انا اسبتها على فوهة البرطمان من فوق واي شمعة لد او اي شمعة عادية موجودة عندك تقدر ان انت تستخدميها في فكرة النهاردة انا كانت طلب مني زي ما قلت لكم فوانيس معمولة بالبرطمانات هتلاقي افكار كتير لفوانيس انا عملها باستخدام البرطمانات موجودة على القناة بطرق كتير مختلفة وسهلة وكلها من اعادة تدوير وطبعا انا مش اشكر في الشغل بتاعي اللي يعني الحمد لله يعني عارفة ان هو كويس الحمد لله بفضل الله وللأسف بيعني قنوات كبيرة بتاخد الشغل بتاعه وتنسبه لنفسها وتكتب عليه حصري يلا بقى ربنا يسهلهم ويسمحهم بس انا بجد مش مسمحاهم وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اتمنى لكم يا رب حياة سعيدة وترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته